اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارِك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين إلهنا وسيدنا ومولانا أنت المطلع على خبئ الضمائر ومكنون السرائر وإن تزخرفت الأعمال والزينة الظواهر أنت المطلع على ما تخفيه الصدور اللهم إن قلوبنا منعقدة على حبك وعلى حب دينك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإقرار بمنتك والاعتراف بتقصيرنا في حقك نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وعمدها وخطأها وسرها وعلانيتها وأولها وآخرها وباطنها وظاهرها ما علمنا منها وما لم نعلم إلهنا في ليلتنا هذه لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء في حقٍّ وفي ما يرضيك إلا أجبتا ولا عدوًا للإسلام والمسلمين إلا قصمتا ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاحٌ إلا قضيتها إلا قضيتها ويسَّرتها يا أرحم الراحمين يا منتهى رغبة العابدين يا أنيس المنفردين يا قُرَّة عيون الموحِّدين يا مفرِّج الكروب يا علَّام الغيوب اللهم إنك رجاؤنا لا نتَّكِل إلا عليك ولا نثِق بأعمالنا إلهنا واقفون ببابك قد نخنا مطيانا على أعتابك لا حول لنا ولا قوة إلا بك والمنَّة لك علينا والمنَّة لك علينا فاغفر لنا وارحمنا واستجِب دعاءنا وحقِّق فيما يرضيك رجاءنا هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهد المقل الفقير الضعيف ومنك التوفيق وهذا العمل وعليك التُكلان اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الكفر والكافرين ودمِّر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا محفوظًا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين اللهم وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تُحبُّ وترضى وخذ بناصيتهما للبرِّ والتقوى يا سميع الدُعاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم جعل أعمالهما اللهم جعل فيه أعمالهما البركة والخير والسداد واجعل فيها الخير والنفع للعباد والبلاد ووفِّق لتأمُر المسلمين أجمعين لما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر